الفنان أشرف عبد الباقي بيمور بمرحلة نطجة فني كبير جدا ومعرض الكتاب في دورته الأخيرة احتفل بي وبإنجازاته في الفترة الأخيرة اللي أهمها تقديم 41 مصرحية في سنة واحدة على تياترو مصر تعالوا نشوف جزء من ندوة أشرف في معرض الكتاب أول ما دخلت المصرح المدرسي في مدرسة النقراشي السنوية دي كانت هي أول علاقتي بالتمثيل في منطقة حدائي الأوبة ده إيه ده؟ كانت مدرسة النقراشي بتتميز إن فيها مصرح كبير فقدمته من أول ما دخلت في قولة سنوية قدمت في المصرح وعملت عدة مصرحيات كانت فترة الأجازات بالنسبة لنا احنا بنمارس الهواية اللي احنا بنحبها ما بناخدش مقابل بل بالعكس كنا بنجمع من بعض عشان نأجر ملابس أو نجيب إضاءة أو نعمل ديكورات بتاعت مصرحية ونعرض قدام جمهور يوم كده الناس بيتبسطوا وخلاص واحنا بنتبسط جدا عملت حوالي 80 مصرحية هي دي اللي وقفتني ورجلي سابتة يوم ما دخلت مجال الاحتراف في سنة 87 وكان مع الأستاذ الكبير عبد المعين مدبولي الله يرحمه محمود عبد العزيز والهام شاهين مصرحية اسمناها خشب الورد من خشب الورد بدأت المرحلة التانية اللي هي مرحلة الانتشار أي حد كان معد بيعمل فيلم ويقول لي تعالى بروح على طول لغاية ما الناس عرفوني بعد كده نوعا ما ابتديت أخطار شوية لغاية ما بقيت أخد أدوار بطولها والحمد لله يعني دي كانت المرحلة الثالثة بقلية مرحلة الثقة للفن عربود كان ليها لقاء خاص مع النجم أشرف عبد الباقي كبرنا فيه عن تكريمه في معرض الكتاب وتجربته الفنية الأخيرة خاصة في تياتر مصر يلا نشوف هيقول ايه طبعا مفصول جدا أن أنا موجود في معرض الكتاب نوعية الجمهور اللي موجودة في معرض الكتاب هي مصر يعني مصر كلها يعني المثقفين والناس اللي ولادهم مثقفين ولا أهليهم مثقفين بتلاقيهم بيتجمعوا ولا خارجين شايفين الحكاية دي في حد ذاتها ممكن تبقى فسحة فكلهم بيبقوا جايين يعني نوعات مختلفة من الجمهور آآ بتبقى موجودة فكرة إن هما يتفاعلوا مع فنان ويسألوا في أسئلة وهو يرد عليهم التفاعل ده والتواصل ده ده بيفيد الفنان وبيوصل وجهة نظره للمتلق بشكل كويس يعني الفكرة كانت في دماغي لمدة سبع سنين بعرض على أكتر من منتج محدش كان نستوعي بها وقت ما كنت أقوله أنا ومعياه شباب جديد مين الشباب الجودات دول محدش يعرفهم طب ما جبلك النجوم تانين آآ وبعدين أقوله طب أنا عايز أعمل أعرض مصرحيتين في اليوم وكل أسبوع أشيل واحدة منهم وأحط مصرحية جديدة أسبوع التاني أشيل التانية وأحط واحدة جديدة وبعدين أصور المصرحيتين وبعدين أشيل واحدة فهو كان أي منتج بكلمه في كده بيحس إن أنا بكلم في اللغة التمات يعني إيه وكل أسبوع يعني إزاي تطلع مصرحية في أسبوع آآ وأعرضها تلات أيام وأعمل بروفات تلات أيام وأخذ يوم اليوم ده للكتابة يعني الفكرة كلها خيالية لكن كنت مؤمن بها جدا ومؤمن إن الشباب عندهم طاقة أكتر من الناس اللي خلاص بقى مرحرحين يعني فكرة التكيف ده مؤذي على فكرة يعني الناس اللي بتعويدوا على التكيف دول ها تعالف طبع بيرحرحوا يعني لا أنا عايز الشباب عندهم طاقة طاقة دي طلعوها في حاجة هم بيحبوها وبراهن بيها وراهنتوا الحمد لله يعني ربنا كرمنا يمكن وقت ما بدأنا بدأنا جمهور كان قليل ما حاديش عارف التجربة خالص بعد شوية على ما ناهينا الموسم الأولاني الحمد لله وصلنا المصرح كله بقى كمبلي يعني 1200 كرسي كانوا بيبقوا مليانين فتحنا الموسم التاني برضو من أول يوم لغاية النهاردة كمبليا وميان دي في حد ذاتها جملة دي حتى ما حد من قريبة أو صحابة يكلموني يقولولي عايزين نيجي وأقول لهم لا والله مفيش وأنا فرحان طبعا بس يعني دي ما قلتهش من زمان قوي يعني يعني دي الحمد لله حاجة الواحد بيشكر ربنا عليها أشرف عبدالباقي ليه رأي مهمة في فكرة مشروعات النجوم خارج الفن أو البزنس الخاص بالنجوم زي ما بيتقال وشايف إن دا ليه أهمية كبيرة تعالوا نشوف تفاصيل أكتر حلاً أياً كان هو إيه المشروع؟ مشروع هو مش هيعمله لوحده لكن بيفتح بيوت كتير يعني لو بفرض فتح مطعم مطعم دا في 20-30 واحد بيشتغل يعني 20-30 بيت مفتوحين هما هو لو كسب اللي حواليك ما هيكسبه يعني بالعكس بيستثمر فلوسه في حاجة مفيدة مش بيستثمرها في حاجة لقدر الله وحشة يعني حلم العالمية أكيد دا بيرود معظم نجوم الوطن العربي وأكيد دا أشرف عبد الباقي لي وجهت نظر في العالمية وطبعاً ليه فيها أحلام معينة يا ترى الإيه؟ مش مهم يبقى عالمي مهم يبقى محلي وناجح لأن اللي يهمنا هو المحلي إحنا شفنا ناس عالميين طبعاً كتير و بنشوف أفلام كتير جداً في منهم ناس ليهم قبول عند الجمهور المصري في ناس ما عندهمش قبول يعني هي مش العالمية هي الهدف الأساسي الهدف الأساسي جوه بلدي يوم ما تنجح جوه بلدك تبقى عالمي جوه بلدك الناقض الصحفي محمد إيناوي شايف أن أشرف عبد الباقي بيستحق دخول موسوعة جانس للأرقام القياسية لأنه أقدم 41 مسرحية خلال عام واحد وبيأكد أن أشرف بيمر بمرحلة خاصة جداً هنشوف رأي محمد إيناوي بالتفاصيل تلوقتي أشرف مارس كل فنون العمل الفني والإعلامي فهو ممثل مسرح النجم التلفزيوني نجم سينمائي له رصيد في الإذاعة لم يكتفي بذلك هو أكثر فنانين في مصر قدم برامج تلفزيونية أشرف حق معادلتين صعبين جداً هو أول ممثل مصري يقدم 320 حلقة أو مسلسل تلفزيوني في 320 حلقة وهو في نفس الوقت برضو أول ممثل في العالم أنه يقدم 40 عرض مسرحي في عام واحد وأعتقد أنه ده فرصة جيدة أنه يسجل نفسه في موضوع الجنس للأرقام القياسية لأنه أعتقد أنه لا يوجد ممثل في العالم قدم خلال عام واحد أكثر من 40 عرض مسرحي وفي كده خلست حلقتنا النهاردة من عرب وديفرو وطبعاً كمان مستنين متابعتكم ومشاركاتكم معنا من خلال صفحاتنا على الفيسبوك وتويتور إنستجرام عادوا حشونا سلام اشتركوا في القناة